محمد علي طقاطقه شاب فلسطيني لم يتجاوز العشرين من عمره اعتقلته قوات الاحتلال في الحادي عشر من شهر فبراير الجاري من بلدة بيت فجار جنوب الضفة الغربية محمد يعاني من فشل كلوي وحالته الصحية صعبة ويحتاج لمتابعة طبية حثيثة للإشراف على وضعه الصحي بشكل يومي وذلك لمنع تدهور حالته إلى الخطر الشديد في حال توقفه عن غسيل الكلاه عائلته أكدت لنا أنه خلال أسبوع واحد فقط عقدت له ثلاث جلسات محاكمة الأمر الذي يهدد حياته بسبب تنقله بين السجن والمحكمة ابني إنسان عنده فشل كلوي له سنتين بخص الكلاه ثلاث أيام في الأسبوع هذا إنسان عاجز بغض النظر أنه في عنده أمراض ثانية عنده مشكلة في الكلب لا يتحمل الاعتقال لا يتحمل التعذيب لا يتحمل المشي حتى ابني لا يتحمل المشي ابني إذا تتأخر يوم على الغسيل على المستشفى يسبب له مشاكل صحية جدا عملية اعتقال طقاطق خلفت دمارا كبيرا في منزل عائلته الذي قلب رأسا على عقب فالجنود أرعبوا الأطفال والنساء وأجبروا العائلة على الخروج من منزلهم في أجواء شديدة البرودة ما تركوا شيء مكانة الخزائن الأطفال الأدوات المنزلية فتحوها المطبخ الطحين كل شيء يعني صوت وثق ما عملوا بالبيت يعني دمار غير مسبوك سبعمائة أسير في سجون الاحتلال يعانون من أمراض مختلفة بينهم مئتاء أسير يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والسرطان تماطل ما تسمى بإدارة السجون بتقديم العلاج لهم تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين فهناك حالات عديدة أهملت داخل السجون مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى من بلدة بيت فجار جنوب بيت الأحم رائد الشريف الغد فلسطين